مزيد من التفاصيل والمعلومات المرتبطة بالجنوب اللبناني ينضم إلينا من بيروت أزداميل أحمد سنجاب مراسل القائرة الإخبارية أحمد أهلا بك في هذه الجولة يبدو أن هذه الأوضاع تبدو مستمرة القصف المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا عدد من أو حزب الله أو الفصائل الفلسطينية الموجودة في جنوب لبنان ما أخر التحديثات المتعلقة بذلك الأمر نعم تحياتي لك في البداية بالفعل عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مستمرة اليوم أيضا إذ نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعي لعدد من البلدات في القطاعات السلاس الشرقي والأوسط والغربي من الجنوب اللبناني حيث استهدف أطراف بلدة النقورة وأيضا علم الشعب وعيد الشعب ويرون في القطاعين الغربي والأوسط والقطاع الشرقي أيضا استهدف الوزاني وعدد من المناطق المحيطة بها مثل مرجعيون وعدد آخر من المناطق ولكن القصف المدفعي استهدف مناطق مفتوحة ظمّا من الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق تستخدم لشن عمليات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه هداف عسكرية إسرائيلية ومنذ صباح اليوم وحتى الآن أعلى نحزد الله المبناني عن تنفيذ عمليتين من الجنوب اللبناني باتجاه هداف عسكرية إسرائيلية ربما العملية الأولى استهدفت منطقة عسكرية مستحدثة تسمى منطقة ليمان في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني الوحدة العسكرية بالأسلحة المدفعية وأيضا أسلحة أخرى وكانت هناك عملية أخرى في القطاع أو من القطاع الشرقي تجاه منطقة الزعورة وتم استخدام هذه المنطقة بالأسلحة الصاروخية وذلك في استمرار للتوتر القائم في الجنوب اللبنانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي. طيب أحمد ما مدى التسع نطاق هذه المعركة كنا في بداية هذه الحرب نتحدث ربما عن نطاق معين عن بعض البلدات المتمركزة في الجنوب اللبنانية. هل يمكن القول الآن أن المعركة الآن اتسعت وأصبحت عدد من المناطق في لبنان بشكل كامل محل استهداف من قبل القوات الإسرائيلية؟ نعم بالتأكيد نطاق العمليات اتسعة بشكل كبير جدا حتى وإن لم تكن هناك عمليات حتى الآن خارج النطاق أو قاعد الاشتباك الأولى التي كان متعرف عليها في بداية الاشتباكات زمن الاشتباكات أو العمليات التي نفذت اليوم في البلدات الحدودية فقط ولكن على مدار الأيام والأسابيع الماضية كان هناك اتساع كبير لدائرة الاستهداف في آآ كسر واضح لي كافة قواعد الاشتباك المتعرف عليها منذ بداية التوترات. أيضا آآ حزب الله في استهدافي اليوم لقاعدة الليمان أو منطقة الليمان هي خارج الحدود المتعرف عليها استبعد أكثر من كمسة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية الجنوبية وهذه المنطقة لم تكن تصلها الصاريخ أو أسلحة الحزب فيها الأيام الأولى للتوترات. اليوم باتت آآ مناطق أوسع فيها الجنوب اللبناني وأيضا تارج الجنوب اللبناني هدفا لغارات جهوية إسرائيلية وأيضا مناطق أوسع فيه الشمال الإسرائيلي باتت هدفا للأسلحة الصاريخية والمسيرات من قبل عزب الله فيها الجنوب اللبناني. عدد من الوسطاء الدوليين تدخلوا ربما في هذه الأزمة. روليات المتحدة فرنسا ألمانيا عدد من الدول. هل هناك أي أفق لبحث هذه الأزمة أو انهاء هذه المسألة بشكل سلمي بين البلدين؟ نعم بالتأكيد كانت ربما أبرز هذه الجود أو آخرها هي زيارة المعبوص الأمريكي عن الساكوشتاين العاصمة اللبنانية بيروت قبل يومين والتقى خلالها رئيس مدينة مواب اللبناني نبيه بيري ورئيس حكومة تصريف العمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني وعدد من المسؤولين اللبنانيين. الهدف الأساسي من هذه الزيارة وفقا لما آآ علمناه أن آآ هاوكشتاين يحمل طرحا جديدا يتضمن الحفاظ على أن الجنوب اللبناني وهذه هذه المسألة كانت جائبة في كثرة اللقاءات آآ آآ بوقف الاشتراكات الدائرة في الجنوب ووقف العمليات التي تنقذ من الجنوب اللبناني بإتجاه أداف عسكرية إسرائيلية. قدما آآ هذه المرة الثالثة التي يزد فيها وكشتاين العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية التوترات فيها الجنوب اللبناني وحتى الآن ولكن قدما هذه أيضا المرة الأكثر جنبية التي تتناول آآ طرحا آآ يلقى قدولا كبيرا سواء في الأوساط النيابية اللبنانية أو في الأوساط السياسية لكونها تتضمن حفاظ على أمن الجنوب اللبناني بالإضافة أيضا إلى مشبهات وأعمال تنموية لسكان الجنوب وأعادة الإعمار أيضا لأن الجنوب اللبناني تضادر بشكل كبير جدا سواء على المستوى التنموي والعمراني وأيضا البناء التحتية أو على المستوى الزراعي أيضا هناك أضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق واسعة جدا فيها الجنوب اللبناني. أحمد سنجام ورسل قرار الأخبارية من بيروت شكرا جزيرة لك.